بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو بأي من الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم وعن كافة البشر الجمعاء هذا الوباء إنه نعم المولى ونعم المجيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم طلبتي الأعزاء سبقا وأن تم تعرض لمجموعة من جرائم كجريمة القتل والتي سنفضلها جرائم الأشخاص مبرزا أحوالها المشددة والمخفة وأيضا تم بيان جرائم التي تطال الجسم بإدائه كذلك تم تعرض لإحدى الجرائم التي تتعلق نظام الأسرة والأخلاق العامة وهي جريمة الإجهاض واليوم سيخصص الحديث لجرائم وليس جريمة هي جرائم تهاك الآداب لماذا هذه الجريمة؟ باعتبار أن المشارع يسعى من وراء ذلك ليس فقط حماية الأعراض بتقريب طبيعة الحال العقاب على بعض الجرائم منها كجريمة الاقتصاد جريمة هذه العرض جرائم جريمة الفساد بل المشارعة توجه إليها أبعد من ذلك بحماية الأخلاق سواء كانت هذه أخلاق عامة أو ارتبطت حتى بأخلاق المجني عليه ومن هنا حاول المشارع أن يدرج لنا مجموعة من الجرائم هي جرائم سمت سميتها بانتهاك الآداب وهذه الجرائم كما سيلاحظ أنها صنفت ضمن الباب الثامن مع جريمة الإجهاض مع جرائم متعلقة بالترك الأطفال أو العاجزين وتعرضهم الخطر وأيضا جرائم المرتبطة بخطف القاسرين وعدم تقديمهم وأيضا في إهمال الأسرة وانتهى المشارعة طبع الحال في جريمة استغلال جنسي وفي إفساد الشباب إذن لن يكون الحديث منصبا حول كل هذه الجرائم بل سيقتصر على الجرائم المنسى بانتهاك الآداب والتي ورد النص عليها في الفصول من 483 إلى غاية الفصل 504 من القانون الجناء إذن لإمكانية قلت لإمكانية الحديث عن هذه الجرائم نطرح سؤالا أوليا في هذا السياق وهو لماذا قرر المشاذع العقاب على هذه الجرائم لأنها تشكل أول اعتداء على التنظيم الاجتماعي وللحياة الجنسية كما أنها تعد اعتداء على الدين والأخلاق بل اعتداء على المجتمع وأخلاقه العامة وفي هذه المحاضرة سيتم الاقتصار على جريمة الإخلال بالحياة العني على أن أتعرض لاحقا لباقي الجرائم الأخرى بحكما المشرع تناول كما قلت عدة جرائم في إطار الجرائم الماسة بانتهاك الآداب هذه أولا الجريمة أي جريمة الإخلاق بالحياة العناني لها تسميات في بعض التشريعات فهناك من يطلق عليها بالفعل الفاضح الفعل الفاضح وهناك تمييز في هذا الفعل من خلال صورتين هناك فعل فاضح علني وفعل فاضح غير علني والذي أوجد مثل هذه التسمية هو المشرع المصري في قانون العقوبات فقال مثلا في مقتضى الفصل 200 أو المادة 200-78 كل من فعل علانية فعلا قال فاضحا مخلا بالحياة قال يعاقب بالحبس مدة إلى آخره هذا المقتضى هو مقتضى قطع الفصل 200-78 وأورد أيضا في إطار الفصل 200-78 نفسه تقريبا العبارات التي تدل على ذلك من خلاله قلت هذا المقتضى القانوني الذي عبر فيه عن مصطلح الفعل الفاضح غير علني حينما قال المشرع كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلة بالحياة ولو في غير علانية إذن هذه تسمية هناك من يسميها بتسمية أخرى هي جريمة المنافية للحياة العلاني المشرع المغربي أعطى تسمية من خلال مقتضى الفصل 483 من قانون الجنائي بأن جريمة إخلال بالحياة العلاني هذه الجريمة ومن خلال هذا المقتضى القانوني الذي سأقرأه ما جاء فيه من ارتكب إخلالا علنيا بالحياة وذلك بالعري المتعمد أو بالبداء في الإشارات أو الأفعال قال يعاقب الحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرم من 200 إلى 500 درهم ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي قد ارتكب محضر شخص أو أكثر شاهدو ذلك عفوا أو محضر قاسر دون الثامن عشر من عمره أو في مكان قد تطلع إليه أنظار العموم إذن الواضح من هذا المقتضى القانوني أن المشرع أوضح أن هناك جريمة تقوم في هذا السياق هي جريمة الإخلال بالحياة العلاني ولإمكانية الوقوف بدقة عن هذه الجريمة لا بد من بيان مفهومها وما هي طبيعتها للجريمة وما هي علة العقاب عليها في المسهل كيف تم تعريف جريمة الإخلال بالحياة العنين الواضح من الفصر بعد قراءته كما سمعتم أنه لم يعرف جريمة الإخلال بالحياة العلاني إنما أبرز الأفعال المشكلة للجريمة وأمام غياب تعريف للمشرع تجهت بعض الآراء إلى محاولة لتقديم مدلول خاص بهذه الجريمة فقيل في هذا الصدد بأن سلوك عمدي يخل بحياء الغير سواء كان ذلك علنيا أو غير علني و سيلاحظ أن هذا التعريف يتميز بالتسائه والحال أن المشرع المغربي فقد تكلم عن الإخلال بالحياء العلني دون بيان ما إذا كان علنيا أو لم يكن علنيا يعني آدق المجرد فاس ربعمية وثلاثة وثماني قال ما ارتكب إخلال العلني ولكن من مشمل الإخلال غير العلني لهذا ذهب رأي آخر في تعريفه قائلا أن الإخلال بالحياء العلني بأنها أفعال تخل بحياء من يطلع عليها هذا الإخلال يبرز من خلال ما يشكل تأتي على الشعور العام السائد في زمان أو مكان معين وهذا ما يبرز مثلا أن التعري الجاني أمام العام أو أمام إمرأ إلى خير فهذا يدل إخلال بحياء العلني أيضا بإشارة قد تكون غير عادية ولا مألوف في المجمع فهذا يشكل أيضا هو الآخر إخلال بالحياء العلني ومن هنا يمكن خروج بمفهوم مركز حول جريمة الإخلاع بالحياء العلني للقول بأنها كل فعل أو سلوك عمدي يتنفى مع عاطفة وشعور الناس فهي تعد أفعال غير مشروعة تخل بالحياء العام وتنم طبعا عن وجود قصد لدى الجاني يروا من ورائه خدشة الأداب العامة وهذا هو ما يستفاد أيضا حتى من مقتد الفصل 483 حينما قال من يرتكب ما دقال إخلال عالم بالحياة بالعري المتعمد أو بدأ في الإشارات أو الأفعال وقال يعاقبه بالعقاب الذي قرر المشارع السؤال الآن يطرح ما يعلى جريم الأفعال أو جريم بصورة إجمالية لإخلال الحياة العلني في كل الأفعال التي يأتيها الجاني السبب يعود إلى أن هذا الإخلال يستهدفه المجتمع يستهدفه الشعور وبالتالي أي كان المكان الذي وقع فيه سواء كان في مقهى في ملعب في قاعة للرياضة في السينما حتى ولو شمل وسيلة ضمن وسيلة النقل العمومية إلى آخره فهذه الأفعال التي يأتيها وتكون مخلة بالحياة لعلني تعدم أفعالا معاقب عليها العقاب هنا مع إطارة الانتباه يشمل حتى ولو كانت العلاقة مشروعة ربما أن الطرفين معا متزوجين زوج وزوجته ولكن أتوا أفعال هذه الأفعال تتير طبق الحال شعور وحياة السائد في ذلك المجتمع هنا تقوم أيضا جريمة الإخلال بالحلاة العالمية لماذا؟ لأن العبرة هنا ليس بوجود العلاقة ماذا وجود العلاقة زوجا وإنما العبرة بالأفعال التي تشكل الإخلال بالحياة العالم فهي عدوانا على أي شخص والأخلاق ولهذا يطرح السؤال ما المقصود بهذه الأخلاق هي بصورة عامة مجموعة من القواعد الأعراف التي يتطلب من الأفراد تقيد بها واتباعها أو ناجها في زمان ومكان معين هذه الأخلاق طبعا نعلم أنها تختلف من زمان قلت ومكان ومن مجتمع الآخر ربما بعض الأفعال التي يأتيها الأزواج في دولة أجنبية ويأتيناها طبعا الحال في دولة مغربية هي لا تستقيم بحكم أنك خلال الحياة العلانية بالنسبة للمجتمعين كمجتمعي مسلم ولكن بالنسبة إليه تعد ليست كذلك إذن لهذا قلت الإخلاب الحياة العلانية ينظر إليه من زاوية الأفعال التي يأتيها الجنة مثلا أو الأطراف ما هي طبيعة جريمة الإخلاب الحياة العلانية هذه الجريمة هي جريمة مادية وليست جريمة شكلية لكونها جريمة تحدث ضررا في نفسية المجتمع بإداء الشعور بالحياة الجنسي والذي قد يصل إلى الآدان وتراه العين واللهم أما إذا وصل إلى حد مسات بجسم المجنع عليه أو عورته فهنا ينتقل أو كيف القانوني سيتغير من جريمة إخلال بالحياة العلانية إلى جريمة العرض كما سأوضح لاحقا إذن فطبيعة جريمة الإخلال بالحياة العلانية إذن قد تمتجز أحيانا بجرائم أخرى كما قلت ويا مثل ما أشرت الآن قبل قلي قبل حدث إلى إذا استطالت مثلا جسم فهنا قد تنشأ جريمة تلك العرض وقد تكونه ربما حتى جريمة اختصاب وربما جريمة فساد إذن فلهذا يجب معرفة أين توقف الفعل الجاني بتوضيح كل من الفهوم وعلة جريم الإخلال بالحياة العلني والعقاب عليه ثم طبيعة جريمة إخلال ما هي أركان جريمة الإخلال بالحياة العلني أركان جريمة الإخلال بالحياة العلني تشمل ركنين أساسيا سينتم الوقف عندهما أولا الركن المادي لهذه الجريمة وبعد ذلك الركن المعنوي ما هو إذن الركن المادي في جريمة الإخلال بالحياة العلني جريمة الإخلال بالحياء العلاني تقتضي تحقق عنصرين همين في ركنها المادي طبعا أولا وجود فعل وهذا الفعل يشكل إخلالا ويعتبر إخلالا بالحياء العلاني هو فعل مادي ولابد أن يكون هذا الفعل متسما بالعلانية لنبدأ أولا العنصر الأولي ضمن هذا الركن المادي أي فعل مادي الذي يشكل إخلالا بالحياء العلاني هذا الأمر يتضح من خلال قراءة الفسر بعمية ثلاثة وثمانين من قانون الجنائي وبالعودة إلى هذا المقتد القانوني يلاحظ أن المشرق قال من يرتكب إخلالا علانيا بالحياء ماذا هذه الأفعال التالية بالعراء المتعمد أو بالبداء في الإشارات قال أو الأفعال فماذا يقصد بهذه العناصر المشكلة للفعل المادي أولا ماذا يراد بكلمة أو عبارة العراء المتعمد يتمثل في الكشف عن العورة الرجل أو المرأة ودون حاجة إلى بيان ذلك لأن هذه أمور واضحة للجميع وما قد يدل على الكشف هذه العورة يخضع لتقدير قضاء الموضوع فالإيقاد الموضوع هو الذي عليه أن يحدد هذا العورة المتعمد لأحد الجنسين حتى يتأتى العقاب على إخلال به وربما أن شخص توجه إلى مكان لقضاء حاجتي نظرا لضغط عليه ولا يجد مغسلة للدخول إليها فهل هذا يشكل عراء متعمد؟ بالطبع أن القاضي لنعتبره كذلك بالنظر لهذا الضرف أما إذا فعله أمام إطارة إلى خلفة فهذا يدخل فعلا ضمن فعل المخل بالحياة العالم العبارة الثانية التي وردت في النص الفصل 483 قال البدأ في الإشارات والمراض بذلك ما يدل دلالة بارزة وواضحة على الفحش وعلى ما استقر عليه المجتمع من اعتبار تلك الأفعال منافية الآداب وإخلال بها وبأفعال باستعمال اليد أو الرجل أو ذلك إشارة لمعاني معينة وهي تتير طبع الحال مشاعرة وتتير طبع الحال ما يتعلق بأو ما يشكل إخلال الحياة العلانية وهو يتير إن شئتم شعور داخل المجتمع هنا الإشارات طبعا هي الأخرى تختلف من الزمان والمكان ولها دلالات تبقى أحياء نسبية فما يعد إخلال الحياة العلانية في مثلا في بلدين الشرقي قد لا يكون كذلك ببلدين أوروبي أو بلدين مثلا يختلفوا حسب إشارته إلى أخيرها أخيرا المشرع قال الأفعال وهذه الأفعال التي قد يرتكبها الجاني هي أفعال في الحقيقة تكشف عن عورته ربما في الطريق العام كأنه ظهر عاريا أو ما قد تقوم به رقصة من حركات وغير ذلك إذن هذه تعد أفعالا مخلة بالحياة العام السؤال الذي قد يطرح ما حكم الأقوال والكتابات والصور والرسوم هنا مهما كانت هذه أقوال والرسوم فحشة فهي لا تعد جريمة الإخلاب الحياء العلني ولكن إذا تمت استحابها بحركات وإشارات كما جاء في الفصل الرابع من الثلاثمانين إذن ستعد جريمة إخلاب الحياء العلني غير ذلك مثلا إن كانت أقوال فهي تندرجو ضمن زمرات جرائم المتعلقة بالسبب والقدس المنصط عليها في المدة 83 من قانوحرية الصحافة ومثلا لذلك كانت هوها شخص بأقوال نابية إلى خيره وفحش تعبر عن فحش إلى خيره فهذه يمكن إدراجها في هذه الغناء أما إذا كانت هذه الأقوال وأفعال تقوم على الأساس اعتراض سبيل مثلا النساء أو فتاة فهذه قد تصنف ضمن جريمة أخرى وهي جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها في مقتضل فص 503 مكرر واحد مرتين لا يكفي أن يكون هناك فعل مادي مخل بالحياء بل يجب أن يتسمى هذا الفعل أو هذه البداءات بالإشارات أو بهذا العرع المتعمد بالعلانية وهذا هو العنصر الثاني من عناصر الركن المادي في هذه الجريمة فماذا يراد بالعلانية يراد بالعلانية أن يشاهد الفعل المنافي للحياء أمام الناس أو يسمعه مع مشاهدته بأذي الأفعال في آن واحد وفي هذه الحالة تستوي هنا العلانية الفعلية والحكمية فليس من الضراري أن يشترط أن يلمسى الشخص مثلا يعد غيرا السلوك المخل بالحياء لا لا يستطيع أن يضبطوا هذا السلوك بليد أو غير ذلك وإنما يكفي أن يكون ذلك ممكن مثلا بالسمع أو البصر في آن واحد بالسمع والبصر أو بغير الحواس وهذا ما يشكل إداءا للشعور العام والمشارة في الفصل ربعمية وثلاثة وثلاثة وثمانين تحدث قائلا حينما قال من يتكب إخلاء علام بالحياء وذلك بالتعري أو من تعمل إبداء الإشارات أو الإفعال فقال يعاقب بالحرس إلى خلال قال ويعتبر في الفقرة الموالية الإخلال عليا متى كان الفعل الذي قد ارتكب محض شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو محض قاسر دون 18 من مكان قد تطلع إلى انظار العموم وعلى هذا يتضح أنه يمكن أن يقتصر الأمر على السمع وإنما يشمل السمع وأن تمتد البصر إلى تلك الأفعال في هذا الصدد يطرح مشكل مناقشة مسألة هذه الوسيلة للمدلة العلانية هنا الجريمة قد تتم في مكان مغلق ويتم استعمال هذه الأفعال وحينما أقول مكان مغلق معناها لا يصل إلى أنظار العموم بيد أن هناك ربما شخص بالغ سن الرشد الجنائي أو حتى ولم لبغ هذه السن ولكن لاحظ بشكل عفوي وهذا الشرط المهم بشكل عفوي هذه الأفعال مثلا كأن يلاحظ أن رجل يواقع امرأة هذا فعل ولو كانت زوجته وفي هذا المكان مغلق ربما الدخول بله يمكن ارتياده بعض من الأشخاص في مكان وربما مظلم أو غير ذلك مما قد يقعه في بعض الأفعال أما إذا كان من شاهد الفعل المخل قد كان على بينا بأنه سيقع مسبقا هذا لا يدخل ضمن الإخلال بالحياة العلانية لأنه له العلم لأن المشرع قال بقراءة تانية للفقرة خاصة التانية قال ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي قدرتكم محظة شخصة أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أي أنهم لم يكن هناك محاولة لضبط في حالة تربوز وإنما كانت لهم رؤية عفوية فإذا بهم يشاهدون ذلك إذن المشرع اعتبروا فعلا مخلا بالحياة لشعور هذا الراشد وحتى بالنسبة لملغسن الرجد الجنائي بشرط أن يكون قد فهم هذه الأفعال لأنه قد يكون قاسرا ولكن لم يفهم هذه الأفعال إذا المقصود أن يكون قاسر وحصله العلم بهذه الأفعال في هذا الصدد لا يكفي أن يقل كهذا ما اشترطه طبعا بعض الفقه أو أحد الفقهاء الذي رأى على أنه السغير الذي لم يصل إلى سن الثامن عشر يشترط أن يكون قد وصل إلى السن الذي يدرك فيه طبيعة هذه الأعمال المتكبة كما يرى أنه لا تحقق فكرة العلانية هنا إذا ارتكب الفعل شخص واحد كان هو المجني عليه والشاهد لهذا الفعل إذا يرتكب عليه شخصيا وهو الشاهد عليه فهذا لا يمكن انتباره جريمة إخلال بالحياة العلانية جريمة إخلال بالحياة العلانية نعم قد يقوم شخصا على شخص وقد يرتكب الشخص بمفراضيه وكما قلت قبل قليل التعرضي المتعمد كما جاء في النص إذا هذا يشكل إخلال بالحياة العلانية السؤال الذي سيطرح ما حكم الشخص الذي كان أعمى أو كان أصم المشرع ما سيلاحظ جاء بسيغة عامة ولم يميز بين وضعية الأعمى أو الأصم ومع هذا يمكن القول أنه إذا كان أتنى جسم الأعمى أو الأصم قد تعرض للفعل المخل بالحياة كمن يمس عورة أحدهما أو يضع يدى أحدهم إلى خيره ففي هذه الحالة تقوم هذه الجريمة وفقا للمقصد الفصل 4.43 سواء تقوم بمحظر أحدهما أو ربما حتى بالنسبة الأصم من خلال ما شهده بعينه أو بنسبة الأعمال الذي سمع هذه الأفعال وإشارات وربما من أشخاص من قربه إلى خيره هذه الأفعال إذن ما لاحظنا أن المشرع إذن تم بيان هذا هذا الوضع الوضع الثاني أن العلانية تتم في مكان قد يطلع لأنظر العمو وهنا يجب التمييز بين وضعين هناك أماكن عمومية وهناك أماكن خصوصية بمعنى إذا كان المكان الأول مكان مغلق فهذه الأماكن لا ليست مغلقة إنما تتميز بالطبع الخصوصي أو أنها متاحة للجميع فهي عمومية بأن يرتديها أي كان في هذا الإطار ومثاله في نسبة الأماكن العمومية طرق العامة القناط الحضائق في الحفيلات إلى آخر هذه تعد حكم الأماكن العامة أماكن الخصوصية النوادي الدكاكين السجون المخازين إذن ولو وجد شخص واحد مجرد السلطة في هذا المكان الخصوصي إلا ويعطي لهذا الفهم العلانية قد يتم حتى في المصاعد السلام الممرات إلى آخره فهذه كل ما تمت في هذا المكان فهي وإن كانت خصوصية فهي تدخل في هذا النطق إذن العلالية تعد عنصرا هاما وينبغي للقاضي أو المحكمة أن تشير أي ذلك في الحكم أو القرار الذي تنطق به ويوضح مثلا ذلك وإلا كان الحكم معرضا للنقد وتقرير بطلاني قد يصل لهذا الأمر أخيرا الركن المعنوي في جريمة الإخلال بالحياء العلاني هاتي الجريمة إذن هي جريمة من خلال الفصل 400 وخنسة 400 وفوان 83 قال لما انتكب إخلالا العلاني بالحياء وذلك بتك الأفعال المشرئ لها قال يعاقب الحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة 200 إلى 500 درام هذا المقصد القانوني طرح نقاشا لدى بعض الفقر فقال أن هذه الجريمة تقوم ولو نتيجة إهمال أي ليس من اللازم أن يكون ركن المعنوي توفر القصد أي علم وإرادة متاجهة لهذا الفعل وهذا التوجه محاولة من ذلك أن يشدد العقاب على كل من سولت له نفسه أن يرتكب مثل هذه الأفعال ولو كان نتيجة إهمال فبالنظر بالنسبة إليهم أن هذه الجريمة لا تطلب أن يتعمد الجاني حسب انظورهم الإخلال بالشعور العام العياء وأن يمكن الناس من الاطلاع على فعله إنما ينبغي أن يتخذ الاحتياطات التي مش أنها أنتحون ذلك فهذا التوجه إذا لم يقم بذلك فهو يسعى حسب منظور هذا الجهة إلى إشباع شهوته أو بانطريق استحمام أو قضاء ضرورة إلى خيره وبالتالي يجب أن يعاقب هؤلاء لا يجب أن يتم التهون معهم في ارتكاب لهذا الفعل لكن هذا التجاه سيجد من ينتقده بالرد عليه بأنه ضرورة وجوب العلم أن يعلم مثلا بالطبيعة الفعل وما يتصب من إخلال بالحياة العلني وأن تكون إرادة متجاة إلى ذلك معنى آخر لا يكفي أن يقال أنه مجرد الإيمان أو عدم امتخاذ الاحتياط يجب أن يقبل هي جريمة عمدية والقاعدة العامة تقضي أنه كما نعلم أنه لا وجد لجريمة غير عمدية إلا إذا صرح القانون باتخاذ ركنها المعنوي دور صورة الخطأ غير عمدية وبقراءات المقتضيات الفصل 183 فالجريمة تظهر أنها جريمة عمدية وليست جريمة يمكن أن سأل عنها بناء الخطأ لماذا القول بجريمة عمدية لسببين أساسيين أولا أنها تبين من خلال مثلا ركنها المعنوي أن فعله فعلا تجهت من خلال فعله ويعلم أن إراد مخلة من ذلك الشعور للناس وعواطفهم الاعتبار الثاني أنه ينبغي أن يتم هذا الفعل في مكان الأمكان التي أشرت إليها ومن خلاله إذا تبين للناس أنه أتلا يده تجهت إلى جسم امرأة في مكان معين فمن هنا تقوم هذه الجريمة السؤال الأخير الذي يطرح هل للباعث له أهمية لا ليس للباعث أهمية فليس من عناس القصد الجنائي هي العلم وهي الإرادة والباعث يعدو ذلك فلا يشترط أن تكون غاية لجاني مثلا تحدي الشعور العام بالحياة أو مضايقته أو أشخاص من هذه الوجهة أو إتراج مزازيهم أو غير ذلك يعني تحديا لهم ليهمون هنا الباعث بقدر يهمنا أن الأفعال تشكل إخلالا بالحياة العلانية في الأمكانة المشارئة في الأخير العقوبة التي قرى المشرع ويتتمثل حسب منطوق الفصل 483 هي قال عقوبة الحرس فهي جنحة من شهر واحد إلى سنتين وبغرى مئتين عفوا إلى خمسمائة درهم إذن هذه الجريمة التي أوضحت لكم إياها هي الجريمة الأولى المتعلقة بجرائم الماسة بانتهاك الأداب وهي الجريمة التي أوضحت كل من مفهومها وطبيعتها وأوضحت لكم أيضا ما يشمل علة جريمها وأخيرا تم الوقوف عند أركان هذه الجريمة من خلال ركنين أساسيين وما الركن المادي والركن المعنوي وفي الأخير تمت الإشارة إلى العقوبة التي خص بها المشرح هذه الجريمة إذن نتوقف في هذا الإطار وحصتنا ستشمل جريمة أخرى بحول الله هي جريمة هذه العرب لاحقا إن شاء الله نرجو دائما الله أن نرفع هذا الوباء عن وطننا وعن كافة الأوطان وعن البشر يا جمعاء إنه نعم المولى ونعم المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر